اهلا بكم مشاهدين من جديد نقلت وكالة رولترز عن مسؤولين امريكيين قولهم ان مسودة خطة انسحاب القوات الامريكية من سوريا تتضمن مقترحا يقضي بالابقاء على الاسلحة الامريكية بيد قوات سوريا الديمقراطية يشارو الى ان المسودة قد تسبب ازمة امريكية تركية بعد الوعود التي قدمتها واشنطن فيما مضى بصحب هذه الاسلحة بعد الانتهاء من مهام قتال تنظيم الدولة التقرير التالي والتفاصيل يسوق اربعة من المسؤولين البارزين في وزارة الدفاع الامريكية جملة من الاسباب لتعزيز رؤيتهم حول ضرورة الابقاء على قائمة كبيرة الحجم من الاسلحة الامريكية المتنوعة لصالح قوات سوريا الديمقراطية الفكرة التي من المفترض وفق المسؤولين الذين صرحوا لوكالة رويترز ان يتم تضمينها مسودة سيتم رفعها الى البنتاجون ومنها الى البيت الابيض تنفيذا لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا القرار الذي وصف بالمفاجئ وما يزال يواجه سلسلة طويلة من الرفض دفعت بوزير الدفاع الامريكي جيميس ماتيس لترك منصبه بشكل عاجل وتصنف الفكرة على انها تعبير فعلي عن رفض قرار الانسحاب من سوريا وتقوم وفق ما نقلت رويترز على ان استعادة الاسلحة من قسد يوصف بالحمق اضافة الى قائمة من التساؤلات التي تبدأ بكيفية الاسترداد والجهة التي ستقوم بهذا العمل ويزيد المسؤولون من الصعوبات بالقول ان تحديد اماكن كل هذه الاسلحة ستكون عملية شبه مستحيلة لا يبدو ان الطرح الذي طف اليوم على السطح سيكون خبرا جيدا لتركيا تركيا التي لعبت دورا حاسما في قرار ترامب وفق ما تم تسريبه من مكالمة رئيسي البلدين فهي اي تركيا تعتبر الامر بمثابة نعوة لعدد غير قليل من قواتها المتأهبة على الحدود للحلول ما كان نظيرتها الامريكية وهو في ذات الوقت تهرب من وعود قدمتها واشنطن قبل فترة طويلة انما دخل سوريا من اسلحة سيخرج مع انتهاء المهمة التي جاء به من اجلها الا وهي قتال تنظيم الدولة معضلة جديدة تدخل ضمن سيل مشكلات سببها قرار ترامب والتي ستكون عبءا اضافيا على تركيا التي تجاهد بكل ما تملك لتحقق اهدافها بالتفاوض مع جميع اللاعبين لضمان سلاسة العملية في شرق الفرات ومع هذه الفكرة سيكون الطريق معبدا بمعدات معروفة الانواع وغير معلوم من يضغط على زنادها ومتى لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين ارحب من جديد بضيفي في السوديو السيد باكيرو تجان المحلل السياسي وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب العقيد عبدالجبار العقيدي الخبير والمحلل العسكري أرحب بكم أبدأ معك سيد العقيدي لو تعطينا لمحة سريعة عن أشكال السلاح الموجودة مع قوات سوريا الديمقراطية اليوم أشكال السلاح الأمريكي بطبيعة الحال بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك تحية لك ولأسادة المشاهدين ولضيفك العزيز في السوديو الحقيقة لا أحد يعلم حجم الأسلحة الأمريكية الموجودة عند البيواي دي قوات سوريا الديمقراطية تمتلك كل أنواع الأسلحة الآن الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ويخشى من وجود مضادات الطائرات والصواريخ المضادة للدروع هذا ما تخشى منه قوات تركية القوات التركية إذا وجدت هذه الأسلحة بيد البيواي دي ولم تسحب بالتأكيد هي موجودة ولكن إذا لم تسحب من قبل الأمريكان وعلى الأغلب أظن أنها ستسحب هذه الأسلحة ولن تستخدم ضد القوات التركية كحليف للولايات المتحدة في حلف النات وهذا إذا افترضنا بأنه ستقع معركة في مدينة ممبج رغم أنه الاحتمالات الأكثر هي عدم وقوة معركة دعني فقط أعقب هل هناك شروط من قبل الولايات المتحدة تفرض بطبيعة المعارك التي يجب استخدام فيها هذه الأسلحة بالتأكيد هذا حصل من قبل مع فصائل الجيش الحر تماماً هذا حصل مع فصائل الجيش الحر في بداية العام 2015 عندما بدأ الولايات المتحدة بمشروع التدريب والتأهيل لفصائل الجيش الحر كان هناك شرط أساسي بأن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا ضد تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي هذه الشروط على ما أظن بأنها نفسها فرضت على قوات سوريا الديمقراطية طبعاً في ذلك الأثناء فصائل الجيش الحر رفضت هذا العرض لأن فصائل الجيش الحر طلبت أن تكون هذه الأسلحة لقتال النظام وقتال تنظيم داعش أما قوات سوريا الديمقراطية فهي لا تقاتل النظام لأنها حليف أساسي لهذا النظام وهي ذراع من أذرعه الأمنية كداعش وتنظيم القاعدة وبالتالي قبلت في هذه الشروط وبالتالي الآن لا أظن أن الولايات المتحدة ستقبل بهذه الطروحات التي طرحت ضمن الإدارة الأمريكية التي بالأصل هناك الكثير من أعضاء هذه الإدارة رفض الانسحاب وهناك لوبي قوي أيضاً داعم للقوات سوريا الديمقراطية وهو ليس حليف للجمهورية التركية وبالتالي هم يحاولون استعواض الانسحاب بترك هذه الأسلحة لتنظيم البي وي دي الإرهابي للضغط على طيب هذا يقودني إلى سؤال آخر هل إبقاء الأسلحة يجعل فعلاً انسحاب الجنود بلا فائدة أو بلا قيمة على الأرض؟ يعني عسكرياً هل هذا بالفعل ممكن التحقيق؟ لا لا يمكن لأن تنظيم البي وي دي مهما امتلك من أسلحة لا يمكن أن يقف في وجه دولة قوية ثاني أقوى دولة في حلف الناتو تركيا وأيضاً حتى لو لم تكن تركيا لا يستطيعون الوقوف في وجه فصائل الجيش الحر إذا رفعت أمريكا الولايات المتحدة الغطاء عن قوات سوريا الديمقراطية وأيضاً لم تساندها الروس حتى لو كانت تحالفة قوات سوريا الديمقراطية مع النظام لا يستطيعون الوقوف بوجه فصائل الجيش الحر يعني موضوع رفع الغطاء لا يتضمن الأسلحة يعني الأولى سحب الأسلحة لو كانوا يريدون رفع الغطاء عنها ليس كذلك؟ حتى لو بقيت هذه الأسلحة النظام عندما كان موجود في أوج قوته في 2012 كان موجود في كل المناطق السورية وتم دحره وطرده من قبل فصائل الجيش الحر وبأسلحة خفيفة حتى الأسلحة المتوسطة لم تكن موجودة بحوزتنا عندما حررنا 70% من سوريا فما بالك إذا كانت الآن فصائل الجيش الحر وتمتلك الكثير من السلاح وبمساندة الأخوة الأتراك فبالتالي مهما امتلكت قوات سوريا الديمقراطية من الأسلحة لا يمكن أن تقف في وجه هذه الهجوم إلا إذا كان أصبح هناك تفاهمات دولية بين الأشقاء الأتراك وبين الروس وبين الأشقاء الأتراك والولايات المتحدة وبين الثلاثة مع بعض لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج كما حصل في مناطق أخرى طيب سيد أتجان كيف ممكن أن تتعامل تركيا مع هذا المعطاء الجديد والذي يعني فيه اتفاق مسبق أصلا بين تركيا وملكيا نعم للأسف الشديد ولكن تطبيق هذه الاتفاقية التي طالبت فيها تركيا منذ البداية غير ممكن الآن لماذا غير ممكن؟ لأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية الآن هذه الأسلحة قسم منها باعوها إلى تنظيم داعش قسم منها باعوها إلى التنظيمات الإرهابية الأخرى المتواجدة في سوريا المحلية والأجنبية قسم كبير منها أعطيت لحزب العمال الكردستاني المتواجد في تركيا يعني بدون مقابل وعلى رأسي السينجر وأسلحة متنوعة كبيرة سلمت من الحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية إلى حزب العمال الكردستاني المتواجد في تركيا وقد حصلت تركيا على قسم كبير منها واستولت عليها ثالثا أيضا تركيا استولت على بعض هذه الأسلحة في عفرين الذين تركوا هذه الأسلحة وهربوا في مستودعات وفي أماكن القتال لذلك غير ممكن الحصول على هذه الأسلحة القائمة علما بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية سوف تدعي في الأيام القادمة بأن الأسلحة الغير متوفرة عندها التي بعتها لداعش والتي أعطتها هبا إلى حزب العمال الكردستاني البيكيكي في تركيا وإلى قنديل أرسلتها إلى قنديل وإلى شمال العراق مدى دقت هذه المعلومات سيد أوتجان لكن حتى المسؤولين الأتراك تحدثوا عن أنه أصلا من الصعب سحب الأسلحة يعني عندما تنشر أسلحة بين مقاتلين لأن هذه الأسلحة عندما سلمت لم تشرط على حزب الاتحاد الديمقراطي بهذا الشكل يعني أعطيت بدون شروط ستتعامل تركيا الآن مع هذا المعروف سوف تطالب ولكن هذا الطلب ربما حسب اليوم كما جاءت المعلومات بأن في المالكية القاعدة الموجودة الأمريكية هناك مستودع للأسلحة أخذت هذه الأسلحة إلى العراق مع 50 جندي ولكن ربما هؤلاء الجنود سوف يدعون في الأيام القادمة بأنهم على سبيل المثال إذا أخذوا معهم 100 قطع سوف يقولون أخذت 300 قطع لذلك سوف تكون خدعة جديدة من طرف الولايات المتحدة للتركيا كما هي خدعة الانسحاق إلى أي مدى يؤثر هذا على قرار تركيا في خوض معركة في هذه المنطقة أو العدول عن هذا القرار العدول غير ممكن طبيعي تؤثر ولكن تركيا لابد أن تدخل إلى الشرقي الفراط وإلى منبج على الأقل التخلص من هذا النوع من الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار تركيا وأيضا يهدد العلاقة الأمريكية التركية وعلاقة الشعب السوري بمكوناته وعلى رأسي الأكراد علما بأن هؤلاء لا يمثلون الأكراد تركيا إلى جانب البشبرقة إلى جانب حقوق الأكراد في سوريا وفي العراق لكن وجود هذه الأسلحة يعني ربما ينظر بمعركة صعبة إذا يعني سيئة ربما يكون هناك أشتباك صعب وهناك مدنيين في هذه المنطقة وحتى البنتاجون والدولة العميقة في الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكل من الأشكال تسليم هذه الأسلحة لها أو حتى أعطاء المعلومات الكافية إلى تركيا لأن ما زالت الأمر غير معروف إلى أين سوف تذهب لأن ما زالت كما أشرت قبل قليل هناك خدعة كبيرة المستفيدة الوحيدة في النهاية سوف تكون الولايات المتحدة ولكن إذا فعلا تريد تريد أن تنهي علاقتها ومصارحها مع الدولة التركية في السنوات القادمة لأن ما زالت المصلحة العليا للولايات المتحدة وصلت الفكرة سيد أرتجان تحسين علاقتها مع تركيا لأنها بحاجة ما السيدية دعني أعود إلى سيد العقيدي ما هي الطريقة التي تستطيع أمريكا عن طريقها أن تبقى مسيطرة ربما على ما تريد السيطرة عليه من الملف السوري إذا تركت الأسلحة بهذا الشكل دون سحب هل هي لازال لديها الأوراق عن طريق هذه الأسلحة لأخذ ما تود أخذه في هذا الملف بالتأكيد الولايات المتحدة لديها أوراق كثيرة الولايات المتحدة أولا لن تنسحب من سوريا بشكل كامل هي ستنسحب أو ستسحب بعض الجنود من بعض القواعد لحمايتهم وخشية عليهم في حال اندلاع معركة أكبر مع الإيرانيين في حال قررت الولايات المتحدة ضرب الإيرانيين في سوريا حتى لا يكون موضع تهديد لها ونقطة ضعف جنودها الموجودين وبالتالي هي أصلا الآن قواعدها في غرب العراق على بعد مئات الأمتار فقط من الأراضي السورية أربيل ليست ببعيدة فهي متحكمة في الموضوع أصلا أيضا تعليقا على موضوع الأسلحة الأسلحة ليست بالأهمية الكبرى الولايات المتحدة تعرف كل قطعة سلاح سلمتها للبي واي دي لقوات سوريا الديمقراطية أين موجودة وتستطيع التحكم بها الآن البي واي دي يحاولون فرض بعض الأحيان سياسة أمر واقع من خلال تحالفات مع النظام محاولة تحالفات مع الروس تحالفات هنا وهناك كلكم يعلم بأنهم ذهبوا إلى مصر ذهبوا إلى أربيل ذهبوا إلى فرنسا ذهبوا إلى موسكو من أجل محاولة الضغط على الولايات المتحدة ولكن هذا صعب عليهم أيضا حتى لو بقيت هذه الأسلحة هي ليست ذات أهمية كبيرة هذه الأسلحة كانت موجودة لديهم في عفرين ماذا استفادوا منها في عفرين أما تحدث به السيد دوتجان بعجالة لو سمحت بأقل من دقيقة هل يمكن أن نعتبر اليوم أن هناك أزمة في أروقات القرار الأمريكية بما يخص الملف السوري بحسب ما ترى بالتأكيد هناك تباين في الآراء في الولايات المتحدة بين أعضاء الفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن كما قلت لأنه نقطة مهمة جدا كل هذه الأسلحة كانت موجودة لقوات سوريا الديمقراطية والبي واي دي واليباقي في مدينة عفرين ولم يستطيعوا الصمود يعني إطلاقا تلقانوا درس كبير جدا وهزموا في مدينة عفرين وبالتالي سيهزموا في مدينة ممبج إن حصلت معركة سيهزموا في شرق الفرات إذا رفعت الولايات المتحدة الغطاء عن هذا التنظيم الإرهابي أشكرك شكرا جزيلا العقيد عبدالجبار لعقادي الخبير والمحلل العسكري كنت ضيفي منغازي عنتاب شكر منصول لك أيضا المحلل السياسي باكير وتجان ضيفي في أستوديو مشاهدينا المزيد على موقعنا الإلكتروني سيريا دوت تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر